لكن المباراة نفسها فهناك عدد من الملامح الهمة اللي من خلال مباراة اليوم الاهلي بيحقق رقم قياسي أو بيعاد الرقم قياسي حققه مع جومز عفوا مع مانويل جوزيه متأسف 16 انتصار متتالي لو كسب المطش اللي جاي الراجل كولر فحيقصر رقم مستر مانويل جوزيه المدرب الأسطوري للنادي الاهلي يبقى ايه 17 فوز متتالي فالاهلي واخد في وشه ودايس على اللي بيقابله واخد في وشه وماشي مش همه ليه عنده هدف البعض اعتقد بان ضغط المباريات على النادي الاهلي سيؤثر على الفريق فسيتعصر الفريق فسيفقد عدد من النقاط فستصعب او ستكون المهمة اصعب بخصوص الفوز وبطولة الدول لكن الاهلي يتعلم من درس قبل كده اتعرض ليه نفس الموقف اللي زي ده مع مدرب قدير جدا زي كولر مدرب قدير جدا بيقوم بعدد من المهام اللي ممكن اصلا ما يكونش اختصاصه راجل شغل 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 ماشاء الله الله ينور 16 انتصار متتالف للنادي الاهلي مع كولر بما فيهم المنافس المباشر اللي هو بيراميدز خدوا رايح جاي اذا الاهلي لاحق بطولة الدوري نعم وبكل تأكيد وبكل حسب الاهلي بطلا لبطولة الدوري المسر الممتاز هتقولي لسه ناقص ثلاث ماتشاط وتسع نقاط عشان الاهلي يتم الاعلان رسميا عن تتواجب البطولة رقم 44 في تاريخه وبقولك من دلوقتي ومن ساعة ما الاهلي كسب ماتشين بيراميدز الموضوع خلصان الكسة خلصانة الابطال دول اللي هم بيعانوا من ضغط المباريات ومع ذلك بيكسبوا الانتصارات اللي زي دي باداء مردي الى حد كبير في عدد من المباريات فدول بصراحة ابطال يعني مش اي حد يستحمل كم الضغط من المتشاط دي لكن تلاقي الكلام ده موجود فين موجود عند الشخصيات اللي موجودة على مستوى العناصر بتاعت فرقة النادي الاهلي ما هي الشخصية هي اللي بتحكم يا جماعة الشخصية هي اللي بتساعدك هي اللي ايه اللي بتقدر تخليك انك تتجاوز بعض الصعاب شفت بوست محمد عبد المنع والله ما فاكر كان بوست حقيقي ولا او حاجة عالسوري نزلها يا جماعة احنا ما خدناش اجازة احنا مضغطوين واحنا نتعاملين والعالم كله مريح والله هو عنده حق لو ده حقيقي لكن في نفس الوقت كون اندغوط دي موجودة والاهلي بيقدي هذا الاداء وبيكسب هذه الانتصارات الهم على فرق صعبة منها المصري وبيراميجز وصيراميكا نفسه فاذا الاهلي بطل الاهلي بطل بيجهزوا الفني بيلعدتوا اكيد بقدرتوا وقابل كل دول جماهيره اللي دايما وراء الفرقة الاهلي فازة 4 واحد وسامة ابو حالي في دياء 37 مرزق الكورة جات قدامه بس لا كان حلو وهو ده برضو المهاجم اللي بيجيب اهداف من نص فرصة اللي دايما كان الناس بتحاول تقعد تقولك في الاهلي او في زمايك او فيها حتة الان دياء كبيرة عايزة مهاجم بيجيب اهداف من نص فرصة هو ده هو ده بعد كده امام عشور من ضرب الجزاء الناس كلها توقعت انه وسامة هو اللي حيشوت عشان يعادل عدد اهداف على صدار الترتيب الهدفين لكن ترك الكورة لوسامة وبعلي الله أعلم الموضوع ده اعتقد يعني بالتنسيق مع كولر لانه وسامة لو تفتكره ده يعضر بالجزاء في مباراة كاس مصر فامام جاب هدف وما شاء الله على امام عامل مباراة كويسة جدا بس بيمسك الكورة كتير شوية بس ايش طيب عادي الدنيا تقدر تتزبط واحدة واحدة بيساهم عدد من مساهمات بشكل مويس جدا مع النادي الاهل امام عشور في اول ما واسمه مع النادي فدي برضو حاجة ايجابية لكن بيجي وسام نفسه يجيب هدف من راقلة حرة وبعد كده هدف جميل جدا لعمر كمال عبد الواحد من اسست الوسام اكثر من راقعة لكن هنا فيه جدل كبير اوي حوالين ايه حوالين ضربة الجزاء بتاعت وسام أبو علي التحصل عليها واللي سددها امام عشور وكانت ضد سعد سمير طبعا نجم النادي الاهل السابق وما دفع سيراميكا الحال يعني الكرة الاول الوهلة تقولي ان هي لا فيها شك مش ضرب الجزاء انا للامانة مستغرب قولي مين حكم الفار انا مستغرب ان حكم الفار استدعو كابتن محمد معروف لان الكرة لان الكرة ايه الكرة الكرة واضحة انها ضرب الجزاء ما فيهاش اي نقاش ولا غبار ولا اي حاجة ولا فيها شك ولا فيها شك الرجل اليمين لسعد سمير مع الرجل اليمين لوسام ابو علي حكم الفار كان بطريق مجدي انا مش لاقي سبب لاستدعاقه لمحمد معروف فضرب الجزاء اوكي فمحمد معروف رجع شاف ضرب الجزاء وخد قراره وعاتها كذا مرة وخد قراره وقال لك ايه ضرب الجزاء صحيح